اشتركوا في القناة 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 تبهي فهموني كيف صار هالشي الحق كله على بنتكن أورمي بعد العمي اللي عملتها بابني توتر كتير وعمل حاد السيارة مين اللي بيضل فيه برأس وعاقل لما يكون فيه عنده هيك مرة ليش شو دخل أورمي باللي صار بلا حكي فاضي هلا على مهلك على مهلك على مهلك لا تمشي بسرعة على مهلك إبني سامرات اشتركوا في القناة ابني طالعوا لفوق خلوا يرتاح بي غرفته يلا طالعوا يلا محابين وجودي هون بتكن تتحملوني لك قلتلوني طالعوك مشان قلتلك أنا رح ضل هون ما رح أطلع لفوق أبدا وما حدا بيقدر يجبرني على أي شي شو عمي؟ شو رأيك؟ معي حق ولا أنا؟ غلطان بكلامي انت بتستاهل كل يلي صار فيك صح سامرات؟ انت ضربت لأختي ومن دور رحمة بس اطلع انت تكسرت وما بقى فيك تمشي حتى اختي توجعت لما انت ضربت بس انت انت ما فيك تتحرك ورح تقضي حياتك بهالشكل الغلطي اللي عملته القدر عقبك عليه عقاب آسي ودفعت تمن عميلك البشعة وهي هي عدالة الحياة ستي انت متل ما بتقليلنا دايما الانسان ما رح يحصد غير يلي زرعه وكل واحد بياخد جهازاته دايما انا غلطت غلطة واحدة كان لازم اضربك اكتر من هيك لو اني ضربتها لحتى خليتها تنشل بوقتها اكيد ما كانت رح تقدر تروح على مغفر الشرطة وتبلغن شو هالحكي انا حدا بيحكي هيك خليكي سكت ليش اسكت حكيت شي غلط مو هي الحقيقة بابا ما حدا هون بيحكي الحقيقة غيري انا فليش لتبهدلني عهالشي انتو ما عم تسترجوا تحكوا معه لأنكم بتخافوا منه انا بكفي لعد تحكي هيك رجاء اختي معقول حتى انت مو مسترجية تحكي اصلا صار فيكي كل هادا الشي لأنك ضليتي ساتة عليه مو معقول شو هالبنت هاي بدل ما تتعاطف مع ابني عم تحكي عنه بالعاطل ليكو ما خلت كلمة سيئة وما قالتها كمان سمعتو انا ولا حرف ليكو هو دايما الصراحة بتجرح ولهيك ما حدا بيتحمله بس اليوم انا ما رح اعمل متلكون وظل ساكتي ابدا بعدين ليش لحتى اتعاطف معه اه صدقوني الشخص يلي ما بيتعاطف مع اي انسان ما بيستاهل انه العالم تتعاطف معه او تدعمه ابدا بيكفي ابني ابني بالنيابة عن الكل باعتذر عن الحكي اللي سماته ليش بتعرف تعمل شي تاني انت غير انك تعتذر مني؟ انت على طول بتظل قاعد عم تعتذر من العالم وبتزل حالك بها الطريقة البشعة هاي جيتوا لهون بس من شان تشمتوا فيني ما؟ عم تهينوني بكل وقاحة وانتوا قاعدين بنص بيتي؟ ايه هلا كل اياتكن روحوا من هون يلا شو ما سمعتوني؟ يلا ما بدي شوف حدا منكم هون يلا طلعوا من البيت فورا ايه ونحن ما نحابين انه نشوفك كمان انتي سكتي اانو سكتي شو يا مادام اورمي؟ ليش معا متردي على اختك؟ عاش بك الوضع مو؟ ها؟ فرحانة وانتي عم تشوفيهم عم يزلوني بهالطريقة مو هيك؟ يلا شو ناطرا خلي اهلك يطلعوا فورا قليلهم يروحوا انا مالي قادرا اتحملهم ولا لحظة تانية بقى سامرات طول بقى ما بدي اسمع ولا كلمة منكم لا تواخذونا بس بترجاكم روحوا هلأ من هون خلونا ننهي القصة قبل ما تكبر اكتر كله منا هيقانو خلت ابني عاصب كتير ويتوتر كمان ها؟ وسامرات مانو رايق هلأ لهيك روحوا من هون لو سمحتوا يلا روحوا من هون امشو همشو أنا زموة همشو 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 باعتذر عن الحكي اللي سمعته ليش بتعرف تعمل شي تاني غير انك تعتذر جيتولي تشمعته فيني مو انت دائما بتظل بتعتذر بالنيابة عن العالم هادا انت؟ شو جابك لهون كارا؟ المطر جابني كنتي رح تتبللي بالمي لهيك انا اجيت انوشكا انوشكا ليكي المطر قوي كتير بلا ما تمرضي سمعي مني خليكي تحت الشمسية مو فارقة معي تركني بحالي علق ليلي جاوبيني على سؤالي لانه اذا ما عرفت الجواب يمكن موت من قهري لو سمحتي انا لا تعملي فيني هي بترجاكي جاوبيني ما رح روح لعرف الجواب ليلي انتي ليش رفضتي الزواج مني؟ بدك تفهمني انو حابب تعرف ليش انا ما قبلت اتزوجك كتير يعني حابب انو تعرف شو السبا؟ ايه طيب متل ما بدك رح جاوبك على هذا السؤال انا رفضتك لاني بحب حدا تاني غيرك اه عرفت السبا؟ بتمنى هلا انو تكون مرتاح رح سادة على مهلك على مهلك امي طول بالك يلا ابني مشي الحال على مهلك مشي الحال بابا انت عن جد موجوع ايه ابني ايه ايه مو مشكلة يا بابا اكيد انت قريبا رح تتحسن اه ارمي تفضلي حطيه تحت التخط مرتاح امي لشو هاد حبيبي ظهر البابا ورجليه عم يوجعوا وما رح يقدر يروح على الحمام لهيك رح نحط له هاد مشان يستعمله هلا افهمت يلا انا طالع العب برا بس دير بالك انت وعم تلعب ولا توسخ اتيابك تشرب عصير ايه بلحظة ارفعها لك شوي لا 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 بعضي انت ايمي ايدك عني لشوف ما في داعي لهالحركات هاي ابدا انا فاهمان تمثليتك هاي كل ياتا فاهمان عليكي ماشي امي تعالي رفعيلي لمخدة ايه ابني رح ارفعها بس لحظة وعك تتحرك يلا امي وانتي ماني بحاجة لإلك بالمرة على فكرة ويا ويلك اذا بتقربي على غرفتي سماتي شو عمي يقلك انتي خليك بعيدة عنه عملي كل مشاكلك بعيد من هون ما في داعي تزهجي عم تفهمي انا ما بدي إلا امي تظل هون جنبي ماشي وقوعك تفكري انك تساعديني او تعملي اي شي كرمالي مفهوم امي موجودة هون وهي اللي رح تهتم فيني صاح امي صاح ولا لا ايه اكيد حبيبي انا امك وانا اللي رح اعطيني فيك طبعا اذا بدك خلاص بنتي ساشي رح تدير بالها عليه اكيد اصلا شغلته بسيطة يعني هي بس رح تساعد وكرمالي غير قاعدته اذا بطرع شي الجاط موجود هون يعني الجاط بس يسير مليان رح تروح امه وهي تفضيه بالحمام شو ساشي عندك مشكلة اسمعيني اكيد سامراد كان معتمد عليك لما كان صغير مزبوط شي طبيعي بعدين انت امه اكيد ما رح تضايق منه مشان هيك الاحسن انه انت تضلي جنبه ها قليلي شو رأيك انا ما بدي قرمي تعتني فيني عمي امي هي اللي رح تدير بالها علي مزبوط ايه شو هاد شو هالورطة هيا سيشالة كيف رح تطلعي منا هلا انت متضايقة يا بنتي؟ اه بينا عليكي مزعوجة كتير مزبوط؟ اه لما الرجال بيمرض ما في غير مرته بتعتيني فيه مزبوط كلامي بنتي؟ اه بس ابني سامراد حرمك من هاد الحق وطلب منك انك تضلي بعيدة عنه اه اكيد هالشي دايئك بس انا بحبك كتير وبردلك الخير وما رح احرمك من هاد الحق تعرفي شو؟ رح خليكي تساعدي سامراد بدون ما يعرف ماشي؟ وما في داعي تاكلي هام لانه انا ما رح احكي له شي اه بظل سر بيناتنا اه وهيك سامراد ما رح يعرف بشي ابدا وانتي رح تساعدي باعتبارك مرته بس دقيقة بتذكر انه انتي من قبل حكيتيني بنفس الطريقة هاي انتي اقترحت علي هيك شي من قبل صح؟ اه انا مفهمت شو اصدق بنتي تتذكري لما ضعتيني على دروس الرقص؟ وقتا قلتلي نفس الحكي وانه رح يضل سر بيناتنا وشو اللي عملتي انتي بعدين؟ رح تلعن سامراد وحكيتي له كل شي وعملتي مشكلة كبيرة كتير لا لا بنتي صدقيني ما صار هيك شي ابدا شو؟ انتي ما بتساقي فيني؟ موساق انا كان عندي ثقة كتير كبيرة فيكي اعتبرتك قريبة وثقت فيكي انتي كنتي مثل امي بالضبط وشو عملتي بالمقابل؟ حاولتي تكوني زكية وخنتي ثقتي وبعد كل شي صار بالفترة الأخيرة انا ممكن اوثق بأي حدا بس مستحيل اني اوثق فيكي مصدقيني مارت عمي بيكون احسن اذا ما بقى بتستعملي كلمة ثقة لانه هاي الكلمة ما بتلبقلك بنوب اسمعيني الكلام اللي عم تقوليه كله غلط بغلط والأهم من هاد ليش عم تحكي بقصص قديمي هلأ؟ ها؟ انا بسببك انجبرت اتحمل هالمشكلة اي لا امرت عمي انا ما دخلني بالشي اللي صار بنوب عنجاد؟ طيب والحال اللي وصل لها سامرات مين مسؤول عنها؟ مين حطوا بالسجل لابني؟ اكيد انت المسؤولة اي انت المسؤولة عن كل المشاكل يلي عم بتصير بهذا البيت يا مارت عمي لو ما تقامرت علي وقتا ما كان صار اي شي من اللي صار وماك انت خربتي حياتنا كمان انت مو بس خربتي بيني وبين زوجي انت خربتي بينك وبين ابنك كمان وساويتي من اعدائك تعرفي شو؟ ماني مهتمة باني اخدمه لزوجي مو انت امه؟ واجبك تخدمي لهيك روحي وعملي واجبك خليكي عم تخدمي لتتحسن صحته وما في داعي علمك شو لازم تعملي مو هيك؟ ما حلوة بحقك طيب يلا ارمي؟ هالمخدى والغطى هاد والمنشفة إيلي؟ إيلي ليش جايبتين لهون؟ أنا جبت لي كل شي ممكن يلزمك لهون ليش؟ بما انه انت حتظلي جنبه لسامرات معناها اكيد لازم تنتقلي لهون وانا خلص رح نام بغرفة لطيوف لا لا حبيبتي ما في داعي لهالشي إذا سامرات لازمه شي بناديلي وقتا انا رح ايجي لعنده فورا وشوف شو بده ما في داعي لتنتقلي خليكي هون بغرفتك ايه؟ لا مرت عمي بلا ما تضلي طال عنازلي عالدرج بعدين بهالفترة لازم حدا يضل قاعد مع سامرات كل الوقت فخليكي انت هون ايه ايه معك حق بس انا بس شو؟ بس شو؟ انت رح تضلي معي امي هذا احسن حل ماشي؟ انا ما عندي مشكلة بس مرتك موجودة وهي اللي لازم تكون لا مو انت امي؟ جاوبيني اه ايه يا حبيبي انا امك بس هي بتكون مرتك كمان خلص خليكي هون وانا نازل مع امي لتحت ليش بقى؟ انت مرح تضل معي؟ ابني لا ابني مو مشكلة تركه ينزل مع امه على الاقل خدي ابنك معك انا قصدي انه هوي لسا تولد صغير لهيك من الطبيعي انه ينزل ينام مع امه مظبوط؟ فهمان علي؟ ايه فهمان عليكي ماشي يلا ابني ستي ستي شوفي لك تعالي لهون بسرعة تعالي شوفي شو عم تعملي انتي؟ ستي انا هلأ عم بعمل اكل كرمال زوجي ايه؟ كرمال مين انتي؟ ما بقدر قللك اسمه انا عم بعمل هاد الاكل كرماله وكرمال حفيدك واخوه لقانه كمان ايه؟ هي اصدلة جوراف الاكل جوراف تعالي هون بسرعة نعم ستي جوراف انتي قلتلة تعمل كل هلاكل هاد؟ انتي قلتلك تعملي هاد الشي انتي ما قلتلي بس انتي قالت بده حفيد ايه هي قالتلي هاد الشي وهي قالتلي كمان اذا الرجال والمرأة حبوا بعضن بيجيون ولد وامي كانت تقول دايما انه مو بسهولة رح يحبك زوجك لازم تدعبي على حالك لهيك انا عملت كل هاد الاكل بس قللي هلا هاد الاكل بيكفي ولا زيدهم انا شايفته بيكفي لحدها تحبني ولا عملت كمان سمع اخي هلا انت لازم تحب مرتك كتير مهي هي عاملة كلها الاكلات تمشانك صح؟ استنى هالاكل بيكفي؟ اذا شايفه قليل بعمل كمان من الصبح عم بركض وما عجبه هو بس ابتسملي وراح امي امي انا موجوع عطيني الدواء بسرعة لو سمحتي انا عطيتك الدواء قبل شوي قلتلك عطيني من هاد الدواء لا تعمليلي مثل الدكاترة هلا امي خلصنا بس ما بصير يا امي اعطيني الدواء استعش لي شوي يلا يلا ابني تفضل خود لك شو بدي بالمي بدون الدواء؟ اه اه ايه 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 مظبوطة نسيت جيب لك الدواء ساعديني لحتى اقوم بالاول ساعديني لقوم يلا رح ساعدها استنى شوي يلا على مهلك اه 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 انتبهي على مهلك اه 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 انكبت المي عنجد مو معقولة انت عنجد مو معقولة لك ما بتعرفي تكملي شغلة بدون ما تخبصي ما بتعرفي تكملي شي للأخير طول بالك رح نشفو طول بالك انت مو معقولة اه 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 لك شو عملتي انت وشعتيني امي وشعتيني لك انا هلا وين بدي نام تعرفي رح نام عجيها الناشفة وانتي بتنامي على الكنباية هيك احسن بس الكنباية صغيرة هيك رح وقع على الارض نامي بالاخزانة اذا بدك واذا بدك حطي فرشة على الارض ونامي نام انا على الارض ابني يلا ساعديني لانتقل عالسريع اه انا لك ليش في حدا غيرك هون ماشي رح ساعدك اه 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 لك امي انتبهي شو عم تساوي شو شايفتيني سيارة ديري بالك طيب انت تيك كيف بدي اي نقلاك اه 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 طيب بذفشك شوي شوي اعملي اللي بتشوفيه مناسب اطول بالك بالأول بنقل رجليك بعدين جسمك لك لك ليش تلاطي عالتخت امي اه اه عم توجهيني لك اي انتبهي هي رجلي المكزورة ديري بالك عم توجهيني امي اه اه لك اه شو عملتي لك تاوي مش حال اه لك عم تعملي لك اه لات نطي فوقي لات نطي فوقي امي لات نطي فوقي شو صار لك حمل شوية ابني انتبهي لك شو هاد لك ليش هيك خلديني تسطع بالمقيل شو شايفتيني كيه سعمح انتي امي شو صار لك يا إبني، استنع شو هاتلي عم تعمليه فيني؟ يلا، طول بالك عالي مهلك، عالي مهلك حطيني المخدق وراء رأسي أمي 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 إيه، إبني شو بدك؟ بدي فوت على الحمام إيه، قوم فوت وبعدين ها ها شو فيه شو فيه شو؟ يعني كيف بدي قوم لحالي؟ ساعديني إنتي يضرب حظي بس لحظة، دقيقة فضل، هاي الجات، استعملوا موسيقى 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 شباك أمي؟ أنا ما قدرت نام مبارح راسي عم يجعني كتير أنت ليش ما نمتي؟ شو اللي صار؟ ما نمت لأنه ابني سامرات كان عم يفيقني كل شوي مو معقول عمل متل ما كان يعمل لما كان صغير كل ما إخفاه يفيقني كرمال يطلب مني شي وينق فق راسي آي راسي رح يطق كتير منيح أكيد هالموقف ذكرك بأيام سباك لما كنت تديري بالك عليه صحيح شو الحكي هات؟ مو شايفني عندش موجوع وفوق هالشي كله جاي عم تتمسخر علي كمان يا عمي أنا ما عم أتمسخر قصدي إنه إذا أنت ما خدمت ابنك وعتنيتي فيه لكن مين اللي رح يعتني فيه؟ بدك الجيران يخدموه؟ إيه معك حق؟ إيه شفتي؟ آه أنا عسانة كتير أنا رح رح نام شوي لحد يزهجني أبداً ماشي؟ قبلك ابنك سامرات اعتاد شي شو؟ شو؟ انت بتروح لعندو أو قديتي وفي كتير عالم موجودة شو مضل غيري بها البيت يعني؟ انتو كمان واجبكم تساعدو مو ضرور يكون كل شي فوق راسي أنا وبس قبلك سامرات احتاج شي قوكن تفكروا تزهجوني أبداً مو مشكلة روحي نامي وارتاحي أمي لا حدا يفيقني إيه؟ وكان هذا الحدث في التاسعة صباحاً أهلين تفضلوا صباح الخير صباح الخير كيف حاسس حالك؟ أحسن ابني بدي أحكي معك شغلي أنا وأخي كنا عم نفكر سوا أنه لبين ما تتحسن مين رح يداون بالمكتب؟ لو ديواكار موجود ما كنا أكلنا هم شي؟ كنا عم نقول لحالنا أنه نطلب من ديواكار يستلم المكتب بالإضافة لشغله ما في داعي لهالشي أنا ما بدي أي مساعدة منه فهمتوني؟ أنتوا ارتاحوا لا تأكلوا هم هالقصة هاي أمريت رح يمشي شغل هالكم يوم هو دائماً بيضل معي وبيعرف كل التفاصيل وبيقدر يمشي الشغل بدون ما يكون موجود بس يا ابني رح يصير الشي اللي بحكيه هذا شغلي وأنا بعرف مصلحتي منيح ماشي وأنا بوثق كتير بأمريت كمان هو يقدها الموضوع وما رح يصير شي بها الفترة هاي كلهم كم أسبوع وبرجع أنا بهي الفترة رح أعمل كتير شغلات على فكرة كل شي موجود ومسجل بإسمك مثل شغلك والفندق وكل أملاكك كمان رح تصير بإسمي أنا صار لي زمان كتير ناطر هاي الفرصة لحتى تيجيني سامرات سينجرا ثور من هلأ لحتى تتحسن صحتك وتصير منيح رح كون خلصت خططي وصار كل شي متل ما بدي أنا بس لما خلص خططي أنت ما رح تلاقي حدا يوقف جنبك ويدعمك أمي أديتي لك ليش معم يردوا هدول أمي وين هاي أمي فات ابني أمت فات وينك انتي الليلي وينك انتي صار لي ساعة عم ناديلك حلقي صار يوجعني على قدمة عيضت وناديتلك شوفي تعالي تعالي اللي عندي بسرعة لشوف هاي الموبايل يلا لشوف دقي للمشفى بسرعة المستشفى الجديد هذا اللي فاتح هون بأول الشارع شو كان اسمه المستشفى الليلي شو كان اسمه أحكي ماشفى سيتي ما تجاوي من الأول لكان بتلاقي رقمون عندي حاكيون يلا خليون يبعتوا ممرضة لهون أوام ممرضة؟ ايه ممرضة يلا تصلي فيون لشوف خدي الموبايل آلو ماشفى سيتي مرحبا لازمنا ممرضة بالبيت وبدوام كامل تكره معيونك بس حاليا ما فينا نخدمك ما في ممرضات استني عشر تيام عشر تيام؟ خليكي دقيقة رح يبعتوا لك وحدة بس بعد عشر تيام ليش بعد عشر تيام بقى؟ شغلي المكبر خليني احكي هاتي التليفون ماشي خليكي ماي تفضل معيك سامرات سينجرا أثور بدي أحسن ممرضة تكون عندي بالبيت واليوم مفهوم كلامي ولا تاكلوا هم المصاري أنا رح ادفع لكم ضعف المبلغ ماشي؟ استاذ أنا بعتذر منك بس مو كل شي عنا بيمشي بالمصاري هاد اسمه مشفى مو شركة نحن موجودين لنساعد العالم اللي ما عندن حدا وحاليا ما عنا ممرضات وما فينا نعمل شي يكون بعلمك انه كل شي بيمشي معي بالمصاري فهمتي؟ اتصل بمين ما بدك؟ ما في حدا بالمنطقة بيبعت ممرضات عاللي بيوت غيرنا وتأكد نحن مو سائلين على مصاريك فهمت؟ أب أب ألو 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 سكرة بوشي مو معقول هالوضع شو صاير للعالم؟ ما عم أفهم ما في حدا منه فايدة بنوب ولا يهمك أنا هون أنا بساعدك ابني أمي انتي خليكي ساكتة أصلا كل الحق عليكي بسببك أنا ما اخترت أورمي كان لازم اختارها من الأساس معك حق ها؟ اللي عملته كان غلط أورمي بتكون مرتق من واجبها تساعدك وتدير بالها عليك بس أنت ما قبلت هي ما حاولت أن تقنعني أبداً أصلاً هي بس بدي حجة حتى ترتاح مني وتروح مظبوط هي خلاص ولا كلمة عجبك هيك عمي؟ قلت ما بدي ووافقت فوراً شو هالمرة هي؟ لأنه أنا بسمع الكلمة أنا عملت كل جهدي لحتى ساعدك بس أنت ما كنت توافق شو أترجاك يعني لتخليني ساعدك؟ عنجد؟ أنت بتسمعي الكلمة؟ طيب لكم من هلأ بدي ياكي تصيري تساعديني؟ ماشي؟ خلاص أنت ردحتي وتسليتي كتيري بس من هلأ ورايح بديك تضلي جنبي هون ماشي؟ ايوة ايوة تمام أنا ما بدي هاد الدواء أبداً طعمته مرة كتير بلا قلتلك ما بدي هاد الدواء الدواء مانو للتواء؟ ايوة مو مهم أنا ما بديها سامرات لا تعمل مثل الولاد هاد دواء شربه مش هانت تتحسن يلا خلاص عمي لو سمحت ما بدي طعمته سيئة لا؟ لك شفت بعينك عمي؟ ها؟ هلأ هيك العالم تتصرف؟ بس فهمني هاي مين المفكرة حالا؟ لك هي ما أنا معقولة لك؟ هي عم تعمل معك متل ما انت عم تعمل معها انت هيك بتعاملها خلص انسى طيب هي شو بدا؟ بدا تنتقم مني ولا بدا تساعدني؟ هلأ إذا بدك رأيي هي عم تخدمك ومفضلة عليك انت أسامرات غلطت معها جرحتها وعزبتها فكيف بتوقع إنها تكون منيحة معك؟ ردت فعلها طبيعية هيك الدنيا كلها ماشية يا قبلي تحصد اللي تزرعه الحب بيحصد حب والكره بيحصد كره فهمت يا قبلي؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة